استاذة عزة علوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضالي كنت عايزة بس بأتكلم حضرتك في الموضوع الحلقة يعني بالنسبة للحتواء والحاجات دي اللي يبقى من زوجه والزوجة أنا بأتكلم حضرتك على زوجه إنه يعني ما بيحتوينيش خالص ولا بيقولي حتى كلمة حلوة ولا أي حاجة يعني حتى لو القانون متضايقة ما يقوليش مالك ما يقوليش زعلانة ليه كده يعني يسيبنيه وقلاص لما بقى رؤل واحد يعني والعياء والأولاد ما لهمش علاقة بيهم ما بيعودش معاهم حتى اليوم الأجازة بتاعه يأما أحد على الكمبيوتر يأما بتفرج على التلفزيو هل دا يرضي ربنا لا طبعا لا يرضي الله الذي يرضي الله يا مدام عزة النجوزك يكون معك سلما سلاما بردا وسلاما يكلم معك بالكلمات الطيبات بل وينطقي لك أفضل الكلمات أفضل الكلمات وأجمل الكلمات وأحلى الكلمات ينطقيها لك ليتكلم معك بها كل كلام طيب لازم أن تسمعي من جوزك دا شرعا وهذا حقوقي عليه يضاف إلى هذا لازم أن يكون فيه يد حانية الزوك دا يحنو بيده على زوجته والبسمة الطيبة والبشاشة والوجه الأنور والموقف النبيل يقول لها مالك ايه المشكلة الموجودة عندك ويحاول يؤنس وحدتها غاضبة يهدئ ثورتها جائعة يطعمها دا المطلوب هو دا الشرع الخيرية هنا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله هو دا المطلوب مش معنى خيركم خيركم لأصدقائه وقيرانه وأحبابه لا مفعش مفعش أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وخياركم خياركم لنسائهم دا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وخياركم أيها الرجال خياركم لنسائهم لكن يبقى الراجل ممتاز جدا في علاقة طيبة ويده ضحكه لعبه حاجة جميلة جدا مع الأصدقاء مع القيران مع أصحابه وبينه وبين زوجته عداوة وعداء وجفاء هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى وأي زوج لا يعامل زوجته معاملة طيبة هذا يعبر عن خلل في رجوليته لأن الرجولة المتكاملة عنوانها الصحة النفسية والصحة النفسية عنوانها الاحتواء تاني الرجولة المتكاملة الراجل اللي هو كامل الذكورية راجل بمعنى كلمة رجل هو الرجل الذي لديه صحة نفسية متكاملة الصحة نفسية عنوانها الاحتواء تنبي عليه الصلاة والسلام قال الصوص بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرت وإن تركته لم يزل أعوج فالصوص بالنساء خيرا تنبي عليه الصلاة قبل أن يموت بلحظات كان يصين بالصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصوص بالنساء خيرا وبالتالي هذه وصية ينبغي أن ننفذها لكن يقول لك لا أنا رجل إزاي أنا شايف أنك أو لها كلمة أنا بحبك أو لها كلمة الدنيا من غيرك مظلمة أو لها أنت مالك في إيه هذا يقلل من قيمتك يا رجل بالعكس هذا يعليك وهذا يعلي قامتك وهذا يجعل هذه المرأة تفعل كل ما في وسعها في سبيل إرضائك والمرأة حينما تحب الرجل وحينما يسكن الرجل في قلبها والله تقدم محبته على محبتها لأهلها وأحيانا لأولادها لكن الزوج الذي يتنكر لزوجته بالجميل ولا يسأل عنها ويهملها ثم بعد ذلك ينظر عليها باعتبار أنها خادمة لابد أن توفر له الطعام والشراب ولابد أن توفر له كل شيء يعني في حكمة بيقولوها كده لن يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك يهدمه فما بالك أنت إذا كنت أنت الهادم للأسف لا تبني ومع هذا تهدم لا تبني العلاقة التي بينك وبين زوجتك بالمودة والرحمة ومع هذا تهدم ما تبقى من حب فيما بينكما هذا يتنافى مع الرجولة وهذا يتنافى مع القوامة يقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء هل القوامة معناها فرض عضلات لا مطلقا قوامة هنا معناها الاحتواء قوامون على النساء الرجل عنده عقل عنده مدارك فكرية واسعة في يده المال ينفق به على زوجته نعم يوفر لها الطعام والشراب والدواء والنفقة والسكن والخدمة إن كانت ممن تخدم في بيت أبيها نعم يعني الزوجة التي تزوجتها لو كان عندها خادمة في بيت أبيها قبل أن تتزوجها وكانت ممن يخدم واجب عليك أن توفر لها خادمة الزوجة مريضة دويها يقول لك طب من فلوسها هي لا من فلوسك لو سمحت مش من فلوسها ليه عندها يا سيدي وثارية جميل لها مالها ملكية فردية خاصة بها لكن من مالك أنت واجب عليك أن تداويها من مالك كما توفر لها الطعام والشراب والله العظيم الإسلام نظر إلى المرأة فأنصفها وأعطاها حقوقها ونظر إليها باعتبار أنها ذر مكنونة وجوهر نفيسة غالية فأعطاها ووفاها حقوقها لكن للأسف شباب الأيام هذه لا يعرفون حقا ولا يعرفون واجبا وبالتالي ولد بيجوز البنت ويتنكر لها بعد الزواج وقصة الحب التي عاشها معها قبل الزواج سرعا ما تندثر وتموت وتدفن ولا يبقى بينهما إلا الخلافات للأسف ليه؟ الولد لم يتربأ ما أجبه الله سبحانه وتعالى عليه من حقوق وواجبات والبنت كذلك مش عارفة هي الحقوق والواجبات الواجبة عليها وللأسف يكون من الأمور ما يكون ربنا يسلمنا ويحفظنا اللهم آمين